السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عملت من وراء غذا ابراهيم جزي طلقني بسبب مشهد في فيلم الامبراطور لكم وطبع عشان يوصل لكم كل جديد الفنانة غذا ابراهيم قالت جزي طلقني بسبب مشهد ليا في فيلم الامبراطور وانا عملت دوري في الفيلم من وراء جزي اصلا وكملت كلامها اللي قالت في مدخلة هاتفية على احد البرامج وقالت لو تعرض علي اي ادوار مسيرة دلوقتي مش هعملها واكدت ان سلمة ابو ضيف ممثلة رائعة وعملت مسلسل عالمي جدا في رمضان كملت كلامها وقالت ما كنتش اعرف بمقلب روميس جلال في برنامج روميس نيفور اند واتفاجئت واكدت لو روميس كان جابني السنة دي كنت ضربته لكن جورج والسوف كان عارف بالمقلب لما طلع كملت كلامها وقالت كان نفسي عملت شخصية شجرة الضر لان انا ستة قوية ونفسي اعملت شخصية صعبة ومعقدة وتعلم جامد مع الجمهور وتفرق معهم وقالت ان دورها في فيلم الامبراطور قدمته من وراء جزها وما كانش يعرف الموضوع ده خاص وان لما عرف الموضوع واتعرض الفيلم بعد كده وجزها شافها في مشهد من المشاهد في فيلم الامبراطور طلقها على الفور واكدت ان ده مش هيكرر تاني وان المشاهد دي عمرها هتقدمها تاني في تاريخها اللي جاي كله وبكده نكون وصلنا نهاية الخبر واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر